اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد الموت هو الحقيقة التي لا شك فيها والرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء يستطب به لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام إلا الموت هادم كل لذة ومفرق كل جماعة وقاطع كل أمل إنه الأمر اليقين الذي قال عنه الله وإنه لحق اليقين هذا الموت أهو شر؟ هل هو شر؟ إن المؤمن الموت بداية السعادة له وهذا الذي نريده من كل واحد منا لا تنظر إلى الموت نظر التشارع الموت هو أن تنتقل من دار الخراب إلى دار العمار الموت أن تنتقل من الدار الفانية إلى الدار الباقية الموت أن تنتقل من جوار البشر إلى جوار رب البشر الموت هو النقلة التي يتعداها الإنسان إلى حياة النعيم الذي لا ينقطع إن كان مؤمنا طبعا ونحن إن شاء الله من أهل الإيمان وأسأل الله أن يثبتنا على هذا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن حال المؤمنين في موتهم أحوال جميلة مثلا يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاعا من الدنيا وإقبالا من الآخرة خلاص انتهى أجلك وانتهت مدة وقائك في الدنيا ما الذي يحدث وأنت في فراش الموت تنظر على مد البصر فيأتي إليك ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة فإذا نظرت إليهم تبسمت وارتحت لأنك تعلم أنهم الملائكة الطيبة أتت لتقبض الروح تقول هذه الملائكة للمؤمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من ما هو أمامه ولا تحزنوا على ما فاتكم وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون ولذلك يقف ملك الموت عند رأس المؤمن ثم بعد ذلك يستل الروح كما تخرج القطرة من فيسقا بسهولة ثم يقول أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب وما أن ينتزعها حتى تتبادرها الملائكة في ذلك الكفلة وتصعد بها إلى الله المعراج شرف حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصل لكل روح مؤمنة إذا ثبتت على ما يرضي الله وماتت على ما يرضي الله ثم بعد ذلك تنقل بين السماوات السبع كلها من سماء إلى سماء وكلما مر على ملأ من أهل السماء قالوا ريح من هذه الطيبة فيقال هذا فلان روح فلان حتى يصل إلى السماء السابعة ثم يقول الله تعالى أعيدوه للأرض فإني منها خرقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة الأخرى هذا هو المؤمن المؤمن لا يشقى في حال موته بل المؤمن الشيء الوحيد الذي يكدر حياته أنه يفارق أحبابه فقط ولذلك لا يحرم الله المؤمن من هذه الميزة بل إنه يقابلهم متى في جنة الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أنحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم لي شيء كل ممرئ بما كسب رهيب فيا مؤمن لا تخاف من الموت الموت هو نقلة إلى الله نقلة إلى دار جميلة استعد للموت هذا هو المطلوب المطلوب أن تستعد لتلك اللحظة إذا أتتك تكون فعلا مستعد لطائلنا مستعد لأن تكسب رضو على الله هذا المطلوب أما تخاف من الموت لا تخاف لأن المؤمن يحب لقاء الله يحب لقاء الله فأسأل الله تعالى أن يحين على ما يريه وأن يقبض أرواحنا إليه بيسر وسهوله بعد أن ينتقل الإنسان من حياته إلى المرحلة الثانية وهي حرحلة البرزخ البرزخ هو الفترة الانتقالية ما بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى وهذه الحياة لا تتعلق بالقبور فهناك من يموت غريقا وهناك من يموت حريقا وهناك من يموت في حال لا يعلم ولا يدفن فتبدأ حياة البرزخ مجرد ما أن ينزل هذا العنسان أو يموت ويمر بخمسة أحوال الأولى اسمها الضجعة وهي فترة انتقال الروح خروج الروح يكشف كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم عاد حديد يرى الملائكة أمام عينيه تستل الروح ترتفع إلى السماء تنزل من السماء السابعة إلى الأرض ثم بعد ذلك تعود إلى جسده فيحمل على الأكتاف والمؤمن كما ورد في الحديث الصحيح يقول قدموني 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 لأنه سعيد بما هو مقبن عليه من حياة جميلة رأى الملائكة بيضل وجوه ومعهم حنط الجنة وكفن الجنة فعندها يكون سعيدا ويسعد بما هو قادم إليه بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية من مراحل البرزخ وهي مرحلة الضمة وهي ضمة شديدة على غير المؤمنين وضمة خفيفة على المؤمنين لكن لا يسلم منها أحد وقال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لو سلم منها أحد لا سلم منها سعد بن معاه وسعد هو الذي اهتز لموته عرش الرحمن لا يسلم منها هذه الضمة هي توطئة للمرحلة التي بعدها لأن مرحلة ثقيلة جدا وهي مرحلة نزول الملائكة تنزل الملائكة فيجلسان هذا الإنسان ثم بعد ذلك سألانه ثلاثة أسئلة من ربك؟ ما دينك؟ ما النبيك؟ هناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنسان منقطع لا ذاكرة لديه إلا ما يذكره الله عز وجل ولذلك المؤمن مباشر ربي الله ديني الإسلام نبي محمد 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 يكررها حتى لأنه سعيد بأنه عرف الإجابة عندها ننتقل إلى البرحلة التي بعدها ما هي؟ وهذا في قبره جالس في قبره أو المرأة جالسة في قبرها فجأة ينزل عليها أو عليه رجل أو أمرأة المهم شخص يؤنسه في قبره فهذا ينظر إليه فإن كان شكله جميل ومنظره حسن يقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير وريحك الطيبة من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح أنا صلاتك أنا صيامك أنا قيامك أنا ذكرك أنا دعائك فعندها يسعد ويفرح ويلازمه هذا الذي شكل على شكل إنسان وهو عمله إلى أن تقوم الساعة وإن كان عكس ذلك نزل إليه رجل أو امرأة سيء الوجه سيء الريح كريه المنظر كريه المعشر فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير الشر فيقول أنا عمله السيء ذلك بما قدمت يداتك وأن الله ليس بظلام من العبيد المرحلة الخامسة وهي الأخيرة في مراحل البرزة أن العبد يقال له انظر إذا كان من أهل الإيمان انظر إلى شمالك فينظر فإذا النار يحطم بعضها بعضا فيخاف فيقال له لا هذا مقامك لو أنك عصيت الله انظر إلى يمينك فإذ نظر يرى الجنة فيقال هذا مقعدك لأنك أطعت الله عندها يصيح يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومادي أما الآخر فإنه العكس ينظر إلى يمينه فيرى الجنة فيفرح يستبشر مع أنه رأى العمل ورأى ولم يجب على الأسئلة لكن يقال له هذا مقعدك لو أنك أطعت الله لكن انظر إلى يسارك فإذا نظر فإذا النار يأكل بعضها بعضا فيصيح ويخاف ويقول هذا مكانك لأنك عصيت الله ثم بعد ذلك يقول يا ربي لا تقم الساعة لماذا؟ لأنه عالم بما سيحدث له في المستقبل هذه حياة البرزخ كم يجلس فيها الإنسان؟ آلاف السنين ملايين السنين الله أعلم لكنها سبحان الله هي عبارة عن نومة نومة طويلة ولذلك الناس لكن نومة المؤمن نعيم ونومة غير المؤمن عذاب لأنه بعض الناس يعذف في قبره يعذف في قبره مثل آل فرعون يعرضون في قبورهم على النار ليلة ونهارة وهناك من يعذف في حياة البرزخ بأن يمشط بأمشاط الحديث ومنهم من يسبح في بحار الدم المهم منه العذاب طبعا العذاب قد يكون على الجسد والروح ولكن في الغالب هو على الروح أكثر من الجسد يجلس فترة طويلة حتى أن العباد إذا قاموا يوم القيامة يقولون قال كم لبثتم قالوا يوما أو بعض يوم يعني يا يوم يا أقل من يوم مع المجلس ألف سنة قبل إذن هذه هي حياة البرزخ البرزخ تنتهي فترته عند النفخ في الصور والنفخ نفختان النفخة الأولى هي التي يُصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض ولا يبقى إلا الله جل جلا فكل شيء هالك إلا وجه يجلس الناس بين النفختين أربعين لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما أربعين شهرا أربعين سنة الله أهلا ثم ينفخ النفخة الثانية قبل النفخة الثانية ينزل مطر غليل فننبت من جديد كله ننبت من جديد وتعود أجسادنا لكن في خلق آخر ليس كخلق الدنيا التشابه واحد لكن في صفات مختلفة المهم بعد أن تنبت الأجساد ينفخ النفخة الثانية فتنطرق الأرواح من حيث كانت الله عز وجل أين وضعها الله أعلم وتعود كل روح إلى جسدها فيكون أول من ينشق عنه القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقوم ننفذ الغبار عن رؤوسنا ونقف وكون حالنا كالفراش المبثوث مبعثرين نحن وحولنا الوحوش وكل أمة كل طائر يطير بجناحيه وكل دابة على الأرض هي أمم أمثالنا سيحشون معنا في ذلك الموقف العظيم في اللحظة ذيك وفي ذلك الربكة يأتي إسرافيل فيكون هو الداعي الذي قال عنه الله يتبعون الداعي لاعي وجله عندما نرى إسرافيل نمشي خلفه أنا أقول عندما نرى لأننا نحن سنكون في ذلك الموقف نرى إسرافيل فنمشي خلفه فيتعدل وضع الناس بدل ما كانوا كالفراش يصبحون كالجرات المنتشر مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ظرلاً بهماً حفياً عرياً نأتي والمقام مقام خطير ونصل خلف إسرافيل إلى أرض عظيمة غير هاته الأرض وتحت سماء غير هاته السماء لأن الله بدلها أرض المحشر التي كالأرض لا ترى فيها عيوجاً ولا أمتا صافية ليس فيها ارتفاعاً ولا انخفاراً فنقف وأول ما نبحث عنه نبحث عن الماء فكل أمة ترى نبيها وحوله حوضة ونرى هناك حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومعه حوضه العظيم فينادينا يعرفنا كيف يعرفنا بجباهنا وأنوفنا وأيدينا وأرجولنا من آثار الوضوء فنذهب إليه فيشرب منه من مات على سنته صلى الله عليه وسلم ويبعد أقوام نفاق كفر بدلوا الدين يطردون من هذا الحوض ولا يشربون يقف الناس في ذلك المحشر ما هي أحوالهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل إنسان على ما مات عليه فتخيل أشكال الناس واحد يبعث يقرأ القرآن وآخر يبعث وهو يؤذل وآخر يبعث وهو يصلي وآخر يبعث وهو يسبع وآخر يبعث وهو يشرب الخمر وآخر يبعث وهو يغني وآخر يبعث وقد حمل الأراضي التي ابتلعها من الناس وقد طوقها الله حول حلقه حول حلقه من تحت سبع أراضيه وآخر يبعث وقد حمل على ظهره ما غله من الناس يوم القيامة إنه يوم الفاضحة وأيضاً هو يوم العز للمؤمنين الصادقين يقف الناس بذلك اليوم يقف الناس صفوف ويبدأ أول الأمر الحساب بين الوحوش فكل وحش ظلم يأخذ حقه من الذي ظلمه فبعد ذلك يتحولن كلهم إلى تراب عندها يقول الكافر يا ليتني كنت تراب يا ليت كنت بهيمة ولم أكن إنسان لأني سأخسر في ذلك المقام الناس في هولهم في خوفهم في رعبهم يأتي مناد ينادي ينادي الناس أستروا هذا أستروا هذا فيكسى المؤمنون وأول من يكسى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ثم ينادى أقوام الذين نشأوا في طاعة الله الشباب اذهبوا إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله الذين تعلقت قلوبهم في المساجد اذهبوا إلى ظل الله الذين تركوا الحرام لوجه الله الذين أنظروا المعسلين الذين خلفوا الغزاة الذين بكوا من خشية الله أقوام أقوام يخرجون ويذهبون إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله فيمر عليهم فترة الخمسين ألف سنة التي هي يوم المحشر كصلاة ظهر أو صلاة عصر كالصلاة المكتوبة دقائق تمر أما القوم الآخرون فتدن الشمس من رؤوسهم ليس بينهم وبينها إلا مين فيلجمهم العرق أي يغطيهم ويضرب العرق في بطن الأرض كل هذا إهانة لهم ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبد تتبع هنا كل أمة ما كانت تعبد عباد الأصنام خلف أصنامهم وعباد البقر خلف أبقارهم وكل أمة كانت ظالة تتبع ما كانت تعبد حتى إذا خف المحشر تبدأ المرحلة التي بعدها وهي مرحلة الشفاعة هذه المرحلة يتعب الناس من الوقوف تخيل خمسين ألف سنة والناس واقفة في خوف في ألم في رعب في تعب في شمس في حر في عطش في ظنك ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الشفاعة عندما يكون الناس في أرض المحشر ويأتي ربنا جل جلاله لفصل الغضاء بين العباد فالله تبارك وتعالى مجيئه عظيم قال الله تعالى عن نفسه وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاً صَفَّاً تخيِّل ذلك المشهد العظيم والله تبارك وتعالى يحمِل عرشَه ثمانِيَة يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم أُذِنَ لي أن أتكلم عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه ومنكِبه يطير الطائر سبعُمائة سنة وربنا تبارك وتعالى طالما سمِع من عباده وطالما حلم عليهم وأمدَّ لهم في الأعمار ووسَّع عليهم في الأرزاق وأرسل لهم الأنبياء وأنزل الكتب ثم إذا بالخلق عندما يُحشرون إليه لا يدخل الجنة إلا واحدٌ من كل ألف ولذلك يغضب الله عز وجل غضبًا عظيمًا في ذلك اليوم الناس تقف في ذلك الموقف خمسون ألف سنة فيملون ويغجرون حتى إن قائلهم ليقول اذهبوا بنا إلى النار خلِّصون من هذا المقام تخيَّلوا معي المشهد والبشر كلُّها تجتمع يذهبون إلى من؟ يذهبون إلى أبونا آدم يذهبون إلى آدم يا آدم أنت أبونا أنت أبو البشر أنت أول الأنبياء اشفع لنا عند الله نريد أن نُخلِّص من هذا اليوم الطويل نريد الحساب وبعد ذلك إما إلى جنة أو إلى نار فيقول آدم إن الله قد غضب غضبًا لم يغضب مثله وإني قد أخطأت مرةً واحدة في حياتي أكلت من الشجرة مع أن الله عفى عنه لكنه يخشى أن يشفع للناس اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى نوح فينطيقون إلى نوح ذلك النبي الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوه أبو البشر الثاني وثاني أول العزم من الرسل وأول الرسل يذهبون إليه يا نوح اشفع لنا عند الله فيرفض لأنه دعا على قومه ويخشى من عقوبة هذا الأمر وربنا قد غضب غضبًا عظيمًا اذهبوا إلى غيره فينطلقون إلى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم خليل الله ومن أعظم من رسول الله إبراهيم أبو الأنبياء الرجل الحليم الحنفي التقي يصيرون إليه اشفع لنا عند الله فيرفض لأنه كذب ثلاثة كذبات في حياته كلها وهو الذي ذبث العمر الطويل بين قومه وكذباته ما هي قال فعله كبيرهم هذا عندما كسر الأصنام وقال إني سقيم عندما قالوا اذهب معنا إلى العيد ولما أرادوا أن يأخذوا منه زوجتها قال هذه أخت هذه كذباته معدودة ومع ذلك يخاف الشفاء اذهبوا إلى غيري فينطلقون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقول إني قد قتلت نفسا ومع أن الله تاب عليه وأعطاه المراتب العلى بعد تلك الحاجثة إلا أنه يخاف أن يشفع اذهبوا إلى غيري فينطلقون البشر كلهم يمشون يركضون كل منهم قد بلغ الخوف إلى حنجرته يذهبون إلى عيسى إلى ذلك النبي المطهر يا عيسى يا نبي الله اشفع لنا فيرفض أن يشفع ثم لا يعد ذنبا لأنه لا ذنب معه اذهبوا إلى غيري فيصلون إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها ارفع رأسك برسول الله هذا الذي يجعلك يجب عليك أن تحب رسول الله هو الشافع لك في ذلك اليوم كل الأنبياء اعطوا دعوة في الدنيا فاستنفذوها إلا محمد صلى الله عليه وسلم ادخر لنا لي أنا وأنت دعوة لكي يشفع لنا بها عند الله عز وجل أنا لها أنا لها هو سيد البشر سيد ولد آدم يقوم فيسجد تحت العرش سجود عظيم فيفتح الله عليه من المحامد والتسبيح والتهليل الشيء العظيم ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتان عظيمتان في البداية الأولى أن يبدأ الحساب بين الخلايا والثانية شفاعة خاصة لنا هذه أولها وتستمر شفاعاته صلى الله عليه وسلم لأنه لن يهنأ له بال وموحد من أمته في النار اللهم صل على رسول الله ثم بعد ذلك يأمر الله تعالى كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد فيبدأ عباد الأصنام وعباد الأشجار وعباد الأحجار يتبعون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ثم يؤتى باليهود من تعبدون نعبد العزير فيتمثل لهم شخص بصورة العزير فيتبعونه وإلى جهنم والنصارى وإلى جهنم ولا يبقى بعد ذلك إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم للشفاعة العهمة للخلائق ويسجد تحت العرش سجود عظيم في يوم مهيب يوم تشرق فيه الأرض بنور ربها لا شمس هناك ولا قمر وإنما نور الله عز وجل هو الذي يغشى الموقف العظيم ويأتي ربنا جل جلاله في موكب مهيب عظيم وجاء ربك والملك صفاً صفاً يأتي ربنا عز وجل ليفصل بين عباده فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يعذب إنسان حتى تقوم عليه الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله هذا وعد الله عز وجل ولذلك يأمر الله تعالى بعد شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تنصب محكمة عظيمة محكمة جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون محكمة نحن المتهمون فيها محكمة شهودها تشهد الجوارح والأرض وكل شيء يشهد وقاضيها هو الله جل جلاله فلا ظلم ولا رشوة ولا تزوير ولا كذب ثم بعد ذلك يأتي ربنا تبارك وتعالى بالملائكة يأتي بالأنبياء فيسألهم هل بلغتوا الرسالة وجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكل نبي يشهد أنه بلغ رسالة الله وتشهد له الملائكة بأنه بلغ قامت الحجة الآن من الأنبياء ثم يأتي الملائكة تأتي مع كل نفس سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها أمام الله عز وجل حتى لا يكون هناك ظلم على العباد ويبدأ بعد ذلك الحساب خمسة أصناف أذكرها لك في ذلك الموقف أما الصنف الأول فمن ماتوا على الشرك وهو يعلمون أنهم مشركون من ماتوا على الشرك وهم لا يعلمون أنهم مشركون لهم حكم لكن من ماتوا وهو مصر على الشرك هذا لا يغفر الله له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لذلك يأمر الله تعالى كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد فيخرج هبل ويتبعه من كانوا يعبدوه وتخرج اللات ويتبعها من كان يعبدها ويخرج كل مخلوق عبد من دون الله ويذهب به إلى جهنم كما قال الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون هذا الصنف الأول الصنف الثاني هو الكافر هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من الأمم السابقة وأدرك الرسالة لكنه كفر يأتي به الله فيسأله الله تعالى ألم أسودك يعني ما جعلتك سيدا في قومك ألم أربعك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والبغال ألم ألم يسأله وهذا يقر يقول نعم يا رب نعم يا رب نعم يا رب فيسأله الله هل آمنت أنك ستقف أمامي آمنت بي فيقول لا يا رب فيقول إذن أنا أنساك اليوم كما نسيتني في الدنيا كما نسيتني آمنت ثم يأمر الله به فيذهب به إلى جهنم ثم يأتي الصنف الثالث وهو المنافق المنافق يقف أمام الله فيسأله الله أيضا ألم أسودك ألم أزوجك ألم ألم وهو يقر ثم يسأله الله ما فعلت فيقول صليت وصمت وتصدقت وعملت وهذا يظن أنه يخادع الله عز وجل ونسي أن الله يقول قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير عندها يقول الله له إذن نأتي بشاهد عليك فيستغرب من الذي يشهد عليه فيختم الله على فمه وترتفع يده اللهم يا ربي إني أشهد أني قد كتبت وبعت ومانعت وأعطيت ثم ترتفع اليد اليسرى وتشهد ثم تشهد العين وتقول وأنا رأيت وتشهد الأذن وتقول وأنا سمعت وتشهد الرجل وتقول وأنا مشيت وتشهد الأرض وتقول وأنا حملت ويشهد الله ويقول وأنا سترت لكنك أبيت إلا الفضيحة فيفرحه الله على رؤوس الأشهد ثم يأخذ كتابه بشماله وإلى جهنم ثم يأتي الله تعالى بن عصا وهذا الصنف الرابع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم ظلموا وبطشوا وسفكوا وقتلوا وأفسدوا في الأرض وهذا هو المفلس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا من الذي ارهمه ولدي نرى عنده قال المفلس من يأتي بحسنات كجبال تهامة لكن يأتي وقد أكل مال هذا وشتم هذا وسفك دم هذا ثم يقتص لهم هذا تحت رحمة الله قد يعذبه قد يستيكتفى بالعذاب السابق قد الله أعلم لكنه لا نحكم عليه لا بنار ولا بغير لأنه موحد معه لا إله إلا الله الكلمة التي تعصم دمه في الدنيا والآخر لا تظن كلمة لا إله إلا الله سهلة أما الصنف الخامس أسأل الله أن نكون منه قول آمين فهو العبد الذي يأتي به الله عز وجل أمام الناس أو المرأة التي عبدت ربها في حياتها فيتقدم أو تتقدم الماس أمامها أخلفها والله تعالى يحكم أمامها أو أمامه ثم يتقدم العبد حتى إذا وقف بين يدي الله ووخائف عنده شيء من الأمل لأنه شرب من حوض رسول الله ورأى الجنة في قبره لكن الموقف مهيب فإذا وقف أمام الله يستره الله بستره فلا يراه أحد إلا الله ثم يسأله الله يبدأ ربي عز وجل يقول له أتذكر اليوم الفلاني يعني مثلا تذكر يوم الأحد الموافق مثلا في محرم لعام 1400 هجل تذكرونه يا إخوان ما نذكر لكنه مكتوب عند ربي فيقول أتذكر ذلك اليوم أتذكر يوم أن تذهب أنت وفلان 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 وتفعلون الذنب الفلاني تذكره فيقول نعم يا ربي أذكره لماذا يقول أذكره لأنه يقرأ كتابه والله يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا نعم يا ربي أذكره يقول أتذكر الذنب الفلاني يوم كذا وكذا ويذكره الله بذنوب هو نسيها لكنها في كتاب مسجلة مدونة مثبتة وكلما ذكره بذنب خاف حتى كاد أن يهلك ورب لا يمكن أن يعذبه ويريد أن يرحمه فيقول لا عليك سترتها عليك في الدنيا واليوم أنا أغفرها لك الله أكبر كم يسترنا الله يا أحباب كم ذنب فعناه في الخلوات ورب يستره ولا يفضح المؤمن التائب الذي ذكر الله خاليا ففاضت عينه الذي عاش حياته تائب والله لا يخذره الله لأنه قال الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مستهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اعملوا لذلك اليوم لا تظن صلاتك هذه تضيع عند الله الله لا يضيع أجر المحسنين أبدا فأحسن وأقبل وتب حتى إذا وقفت ذلك اليوم وجدت أن الله تعالى يغفر ذنوبك فماذا يقول الله له خذ كتابك فيأخذه بيمينه فيخرج إراه الناس وقد حمل الكتاب بيمينه ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية هذا هو الصنف الخامس ماذا يحدث بعد ذلك ينتقل هؤلاء إلى أرض بعد أن ينتهي العرض عرض الأعمال والحساب والإثمام العدل لأن الله عز وجل وعد أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى لذلك العباد يأخذون صحائفهم معهم وينطلقون بعد الحساب إلى مقام عظيم ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله في يوم القيامة لكم أهلون أتذكرونهم فقال أما في ثلاث مواضع فلا يذكر أحد أحد وذكر منها هذا الموضع وهو موضع الميزان ما هو الميزان ميزان خلقه الله عز وجل له كفتان ميزان حقيقي له كفتان الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض من عظمتها ووحدة قياس هذا الميزان ليست الجرام ولا أقل من ذلك بل إنه من يعمل مثقال ذرة ذرة ولو خرد له ولو أقل من ذلك فهو موجود عند الله عز وجل ما لك تأخذه وما عليك تحاسب عليه الكفار إذا أقبلوا إلى ذلك المقام يجعل الله عز وجل عملهم ضائع وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثورة لا قيمة ولذلك لا قيمة لهم في ذلك المقام لكن أهل الإيمان أمة محمد التي نجت يقفون بين يدي الله في ذلك المقام معهم صحائفهم ثم بعد ذلك توزن توضع يبدأ يقرأ الكتاب اقرأ كتابك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم ما عليك حسيبة فيبدأ يقرأ يستعرق في يوم كذا قمت الصباح صليت مع المسلمين الفجر هذه حسنات ضعوها في ميزان حسنات قرأت الورد الفلاني حسنات قرأت آية الكرسي حسنات خرجت من باب المسجد فوقفت أتكلم مع صديق لي فاغتبنا فلان سيئات اسحب من حسناتك وضع في ميزان سيئات ثم بعد ذلك ذهبت إلى بيتي فنمت قمت إلى عملي جلست تكلمت وكل شيء استعرض حسنات توضع في ميزانك سيئات توضع في ميزانك وهكذا توضع الحسنات والميزان ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا لا يمكن أن يظلم أحد ولو مثقال الخردلة لا إله ينجح أقوام فترجح حسناتهم فيأخذون صحائفهم فيعطون نور على قدر أعمارهم نور ثم يتجاوزون هذه المرحلة إلى التي بعدها وينتظرون لا أحد يتجاوز ينتظر وأقوام يرسمون وتضيح حسناتهم قد يعذبهم الله عز وجل في النار فترة أو الممتحت ما شئت لهذا الموحد طبعا لكن يحدث موقف عجيب جدا انتبهوا يا إخوه ينصب بين الجنة والنار سوء فيقف عليه أقوام لا هم الذين دخلوا الجنة فتجاوزوا بحسناتهم ولا هم الذين دخلوا النار لأن حسناتهم أقل وإنما واقفون بسور السور هذا اسمه الأعراف يقف عليها هؤلاء الأقوام إذا التفتوا يمينهم يرون أهل الجنة وإذا التفتوا إلى يسارهم يلتفتون فيرون أهل النار يعرفونهم بسماهم فيدعون الله عز وجل أن يخلصهم من هذا الموقف يحبسون يا إخوة على هذا السور أيام واليوم الواحد إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد يحبسون لماذا لأنها تساوت حسناتهم مع سيئاتهم نحن ما قلنا قلنا أن الحسنة أو الميزان في هذا الميزان من ذرة يعني لو قال سبحان الله وبحمد فقط زيادة على الأعمال لرجحت كفة الحسنات وذهب مع أهل الجنة رأيتم الآن قيمة الحسنة وقيمة العمل الصالح ولو كان يسير في عينك فهو عظيم عند الله فقد يكون نجاتك من ذلك الموقف هو صلاة تسليها على رسول الله أو ركعتان تركعها بين يدي الله أو آية تقرأها فيا حسرة المفرطين يا حسرة من تضيع عليهم الليالي والأيام وهم لا يذكرون الله إلا قليلا يا حسرة من يعيشون في مثل هذه الليالي الناس تأتي إلى بيوت لا تصلي وتسبح وتهلل وهم إما أمام ألعاب أو أمام تلفاز أو آيام ضياع والله لا يتحسرون هناك في ذلك المقام على هذه اللحظات التي ضاعت عليهم الليلة الليلة ليلة السابع وعشرين معي غدا أرجوكم يا كرام لا تعبث بعقولنا موضوعا للرؤى ومن الرؤى لا انتبهوا انتبهوا واستثبروا كل فرصة تقربكم إلى الله عز وجل كل لحظة تقربنا من الله استغلنا فوالله لا تذرع إلى نجاتك فقد تكون سبب دخولك الجنة هو صدقة تصدقتها على إنسان وليس هذا مقام الشر وإلا أذكر لكم مواقف أشخاص عملوا كثير من الصالحات لكن كانت النية فيها ما فيها وعملوا مرة واحدة عملا صالحا فإذا بهذا العمل يبخلهم الجنة صدقة أخفاها لا يعلم بها أحد قد يدخل هو بسببها جنة الله وجنة الله عز وجل هي رحمته التي يرحم بها من يشاء من عبادة إذن هذا هو الميزان كفتان توزن الأعمال من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية أمه يعني جبهته أمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ثم بعد ذلك يذهبون إلى أرض مظلمة وهذه المرحلة التي يقبلون عليها هي من أصعب المراحل يوم القيامة التي من نجى منها نجى من كل شر أسأل الله تعالى أن ينجين من كل شر في هذه الأرض بعد أن وزنت الأعمال يعطون أنوارا على حسب أعمالهم فكلما حسنت الأعمال كلما زاد نور الإنسان لذلك تلك الأرض المضلقة وكلما قل فخيره وحسناته قل نوره ولذلك بعضهم كالبرق وبعضهم أقل من ذلك وبعضهم لا يملك إلا مثل الشمعة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ذلك اليوم الذي لا يؤتى نور من الله لن يستطيع أن يجرب النور والأرض أمامه مظلمة وبعد الأرض هذه المرور على الصراط في الأرض هذه الله عز وجل يأمر أن يذهب بالكفار إلى جهنم أدخلوا أبواب جهنم فيدخلون فيها ويرمون فيها أعاذنا الله وإياكم فهم لا يمرون على الصراط فيبقى ثلاثة أصناف المؤمنون المرضي عنهم والمؤمنون العصاه والمنافقون هؤلاء يجرسون في أرض فلما يشع نور أهل الإيمان ولا يكون عند أهل النفاق نور يقفون المنافقون ينادونهم يعني ألا تعرفوننا ألسنا أهلكم ألسنا منكم أعطونا من النور الذي معكم فيقولون لهم متهكمين ارجعوا وراءكم فلتمسوا نورا فيرجعون إلى الوراء المنافقون يبحثون عن النور هنا يضرب سور بينهم وبين المنافقين له باب باطنه فيه الرحمة يعني من قبل المؤمنين وظاهره من قبلهم العذاب هناك يبدأون ينادون ألم نكن معكم ألم نكن أهلكم وإخوانكم وأقريبكم وفي أحيائكم وبينكم فعندهم يتبرؤون يقول لقد غركم بالله الغرور فلنتم أنكم لن تأتوا إلى هذا الموقف الآن اذهبوا ابحثوا إلى من كنتوا تنافقون معهم يعطونكم النور ثم بعد ذلك يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام سبعون ألف سلسلة على كل سلسلة سبعون ألف ملك يجرونها وتنصب هذه النار التي أوقد عليها ثلاث ألاف سنة ألف سنة حتى حمرت وألف سنة حتى بيضت وألف سنة حتى سودت إذن هي سوداء مظلمة ثم ينصب عليها صراط هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف وله روغان وحوله خطاطيف وكلاليف والله قد أقسب في كتابه فقال فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية يحضرون هؤلاء كلهم حول النار ثم يقول تعالى فوربك ثم بعد قال وإن منكم إلا واردها أي ورود على النار المرور على النار هل تتخيل يا مؤمن ما معنى الورود على النار يا إخوة النار عبارة عن حفرة عميقة عمقها وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت ضربة في الأرض التفت السحابة سمعوا صوت شيء ضربة قوية فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتعرفون ما هذا الصوت قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر ألقي في النار من سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها هل تخيلتم عمق هذا الحفرة عمقها سبعين سنة دركات يأكل بعضها بعضا ثم ينصب عليها الصراط ويقولون لك أمش لأن الله أقسم أن يردها كل الناس هنا ينطلق أول شيء الأنبياء ما في أحد استثناء ويصحون اللهم سلم سلم ثم بعد ذلك كل واحد منا بدون استثناء سوف يمر على هاتهن هناك والله ما ينفعك إلا الله جل جلاله ولذلك الله قال ثم ننجي ما قال ينجو لأنه لو قال ينجو معنا حن نجونا بقوتنا لكن قال لنجي أي أنه لن ينجو أحدا إلا بإذن الله تعالى ثم ننجي من الذين اتقوا فيا من عزت حياتك لله طائعا وللفرائض مؤديا ولأوامر الله مستجيبا تركت الشهوات لله وضغطت على نفسك من أجل الله والله لا يخزيك الله في هذا الموقف هذا هو الموقف الذي قال الله فيه لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر هناك المؤمن من شدة نوره بعض الآثار أنه إذا مر عن النار تقول له النار أسرع فإن نورك أطفأ ناري يا رب اجعلنا من أهل النور النور التام ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء أهل الإيمان الناجون ثم ناج مسلم هذا هو ومخدوش مكردس مخدوش مخدوش هذا المخدوش هو الذي معه نور خفيف حسرات قليلة الهوى قاغي على حياته ولما وقف في الميزار راحت حسراته ضرم هذا وضرم هذا وسفك دم هذا ما بقي معه النزاة قليل ونور قليل ولذلك يمشي يحبو والكلليب تخطفه من يمينه ومن يساره وجرح هنا ونار تشوي من تحت لكنه ينجو بإذن الله تعالى بس بعد إيه؟ بعد ما شاف الموت والثالث المنافق مجرد ما أن يقف على الصراط لا نور وصراط دقيق وأرض مظلمة ونار تحته يتكردس أعاذنا الله وإياكم في النار ولذلك هؤلاء الذين يسقطون في النار المنافقون مباشرة يذهبون إلى الدرك الأسأل من النار أشد عذاب من الكفار ثم الذين عندهم معاصي وذنوب وصفدوا في النار يسقطون في الدرجة الأولى من النار في الدركة الأول في العلمين لأن معهم ما زال لا إله إلا الله وغدا سنقول لكم ماذا يفعل معهم هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الذين نجوا فإنهم ينجون إلى أين يذهبون؟ جاوبوني سرعة لا يروحون بالجنة لسه يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيحبس كل من رضي الله عنه على قنطرة جسر بين النار وبين الجنة لماذا يحبسون؟ لأن هؤلاء الذين تجاوزوا فيما بينهم في مشاكل في أخطاء في شحناء في بغضاء في غيبة والجنة محرّباً أن يدخلها الغل ولا الحقد فمن أجل أن ينزع الله عز وجل الغل الذي بين الناس كما قال تعالى وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلِ إخواناً على سور المتقابلين تكون هناك مصافاة بين هؤلاء هذا يأخذ من حسنات هذا ويعطي هذا ويأخذ من حسنات هذا ويعطي هذا لكن كلهم في الجنة كلهم قد رضي الله عنه لكن لابد أن يقف لأن هناك الناس في ذلك الصعيد وقد اطمأن كل واحد منهم أنه أخذ حقه واستوفى من خله حتى لا يكون في قلبه شيء كل هذا لأن الله يحب أن يدخل الجنة عباده وهم في قمة الراحة والسعادة ينطلق بعد ذلك أهل الجنة الذين تعدوا هذا ليدخل الجنة فيجدون أبوابها مغلقة فيرجعون إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهنا لابد أن تعرف يا أخي قيمة محمد عليه الصلاة والسلام يا إخوة والله إن هذا النبي العظيم يجب أن نحبه أكثر من أهلنا وأولادنا وأنفسنا انظروا كيف تجده في كل موقف صعب هو السند لك فيقوم ويشفع فيكون هو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم ويدخل معه كافر اليتيم ويدخل معه قريب منه أصحاب الخلق الحسن نسأل الله أن نكون منه وبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأسأل التحدث عن الجنة لاحقا يبدأ أهل الجنة يتناقشون فيما بينه يسألون عن إخوانا لهم وأصحاب فيتذكرون أنهم ليسوا في الجنة وأنهم سقطوا في النار فيجأرون إلى الله عز وجل ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن الله تعالى بالشفاعة فيقوم الشهيد ويشفع لسبعين من أهل بيته كلهم وجبت لهم النار فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة ويأتي السقط الذي مات إن كان والداه قد أدخل النار لا يتركهم حتى يدخلهم الجنة طبعا بشرطا يكونوا موحدي انتبهوا لا يخرج من النار من مات مشركا لازم الشرط الأساسي من أجل أن تشملوا هذه الشفاعات أن يكون مات على لا إله إلا الله حتى لو كان لديه معاصي وذنوب المهم أن لا إله إلا الله موجودا فيجفع الناس ويبدأوا الأصحاب يجفعون يقولون يا ربنا لا تهنأ لنا الجنة وأصحابنا في النار فيقول الله لهم أخرجوا من تعرفون من النار فيذهبون ويخرجون أصحابهم فأهل النار يقولون أين فلان وفلان كانوا بيننا في النار أين ذهبوا فيقال لهم إن لهم أصحاب شفعوا لهم وادخلهم الله الجنة فيبكون أهل النار ويقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلذلك أحبب الطيبين لعلهم أن يسعوا لك يوم القيامة أو كن من الطيبين حتى تكون شعفا للناس يوم القيامة بعد ذلك ما يزال في النار ناس هنا يقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي يا رب وعدتني ألا تخزيني في أمتي يا رب فيقول الله له أخرج من كان في قلبه نثقال دينار يوزن الإمام وزن الدينار هذا يعني ما إمام ضعيف فيذهب فيخرجهم من النار كيف يعرفهم يا ناس النار أكثر أكثر أهل الموتى في النار أكثر من أهل جنة لكن الله عز وجل يجعل أهل التوحيد في الطبقة الأولى من النار ما يرهم بالدرك الثاني ولا الثالث ولا السابق أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد ولو كانوا لديهم من الذنوب ما لديهم في الطبقة الأولى فيراهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيعرفهم هؤلاء الذين في قلبه نثقال دينار فيخرجون فينظر فإذا ما يزال النار فيها ناس من أمة محمد فيقول يا ربي أمتي فيقول الله له أخرج من كان في قلبي مثقال نصف دينا فيخرج أقوام ولا يزال هناك في النار أقوام فيقول يا ربي أمتي فيقول أخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان فيذهب ويخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة فينذر وإذا به ما يزال فيقول له أخرج من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان فيذهب ويخرج وما تزال النار فيها أقوام فيقول الله له أخرج من قال لا إله إلا الله فيخرج من قال لا إله إلا الله وما يزال هناك أقوام فإذا انتهت الشفعات يأتي إكعاد فضل الله عز وجل فيقول شفع الأنبياء وشفع الناس وشفع الصدقين وشفع الشهداء وبقي أرحم الراحمين جل جلال الله فيقبضوا قبضة بيمينه لأقوام لم يعملوا خيرا قط لكنهم ماتوا على التوفير ماتوا على لا إله إلا الله ما ماتوا على الشد لكن ما محهم خير يعني تجدونهم الآن في الموجود يقول لا إله إلا الله لكن لا صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا طاعة ولا فقد يكون هؤلاء هم فلا يبقى في النار من كان بمؤمنا بلا إله إلا الله يقبضهم الله قبضة بيمينه ثم يخرجهم من النار ثم بعد ذلك يضعهم على حافة الجنة على نهر في حافة الجنة ثم ينبتون من جديد لأنهم تفحموا في النار احترقوا والناس ما عرفوهم ولكن الله يعرفهم ثم بعد ذلك ينبتون من جديد ويسمون عتقاء الله من النار أرأيتم عظيم فضل الله عز وجل كل هذا لا يحصل عليه الإنسان إذا مات على الشرك يا إخوة مقام التوحيد مقام عظيم حافظوا على لا إله إلا الله لا نحلف بغير الله ولا نطوف على قبر لغير الله ولا نزمح لغير الله ويجب أن يكون إمامنا بالله إيمان اعتقاد وأن نتقيه وأن نخشاه وأن نخاف غضبه مثل ما نرجو رحمته نجو أن نخاف غضبه ونزمت على ما يرضيه جل جلاله إن من أمة محمد من لا يقع في الشرك لكنه يقع في النفاق والنفاق أشد من الشرك فلذلك ابرأ لدينك وحافظ على دينك واستثمر هذا الخير العظيم الذي منحك الله إياه أسأل الله يا أحبابي أن تنحقنا شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأن ندخل الجنة بلا حساب هل تعلمون أن هناك أقوام يدخل الجنة بلا حساب يا جماعة تدرون كم عددهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل سبعون ألف من أمتي بلا حساب ثم بعد دقيق قال وقد وعدني ربي أن مع كل ألف سبعون ألف يعني سبعين ألف أضربها بسبعين ألف هؤلاء يدخلون بلا حساب يا الله يا رب تجعلنا منه يا حيام وإذا دخل أيضا الجنة أهل الجنة خلاص يجدون من النعيم ما يجدون وسأختصر لك الرحلة رحلة المؤمن المؤمن تبدأ رحلته من هذه الحياة الفانية إلى الحياة الباقية عند الاحتضار يرى ملائكة بيظل وجوه على مد البصر يستبشر بهم يثبته الله تقول له الملائكة لا تخف مما هو أمامك ولا تحزن على ما فاتك ثم تستل روحه كما تخرج القطرة من في السقاء كتلقاها الملائكة تصعد بها إلى السماء السابعة تعود فإذا عادت إلى مكانها وفي ذلك الجسد تصيح قدموني قدموني فرحة بما هي مقبلة عليه فإذا وُسِّلت التراب نزل إليه الملائكة ثم بعد ذلك يسألانه الأسئلة الثلاث من ربك ما دينك من نبيك فيثبته الله عز وجل ثم بعد ذلك يُوسَّع له في قبره مد البصر ثم بعد ذلك ينزل إليه عمله الصالح الذي عمله في الدنيا يؤنسه إلى قيام الساعة ثم ينام نومة العروس في قبره مهما اشتد الحر والبرد كالعروس نائم في قبره إلى أن تقوم الساعة ثم بعد أن تقوم الساعة يخرج على ما مات عليه وغالب المؤمنين تكون ميتتهم حسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبداً استعمله قالوا وما يستعمله يا رسول الله قال يهيئ له عملاً صالح يموت عليه نسأل الله الكريم من فضله ثم بعد ذلك يحشر مع الذين حشروا ويساق مع الذين سيقوا فإذا وقف في أرض المحشر يكسوه الله عز وجل لأنه المؤمن طالما حافظ على عورته وطالما المؤمن حافظت على عورتها في الدنيا فيكسوهم الله عز وجل ثم بعد ذلك يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لأن المؤمن غالباً إما قلبه معلق في المساجد أو نشأ في طاعة الله أو يذذكر الله خالي إن فاضت عيناه دائماً قريب من الله عز وجل والله يقول لا أجمع على عبدي خوفيني ولا أمنين من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ثم يجلس في الظل يأكل يوم يجوع الناس ويشرب يوم يعطش الناس ويأمن يوم يخاف الناس وتمر الخمسين ألف سنة كما بين الظهر والعصر ثم بعد ذلك يساق مع الذين يذهبون إلى الشفاعة تنتهي الشفاعة بعد ذلك يقف في العرض العرض أمام الله عز وجل وقلنا لكم أن المؤمن يستره الله عز وجل فلا يراه أحد إلا الله ولا يحاضره أحد إلا الله لأن الله تعالى يريد أن يؤمنه ثم بعد ذلك يقال له خذ كتابك بيمينك فإذا أخذ كتابه بيمينه ينادي ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي ثم بعد ذلك إذا جاء في الأرض المظلمة أعطاه الله عز وجل من النور على قدر أعماله الصالحة التي كانت معه في الدنيا ثم بعد ذلك المؤمنون ماذا يقولون أم المؤمنون في ذلك الموقف ينادون الله ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير النور أمامهم عن أيمانهم يتمنون النور حتى عن شمالهم فإذا ضرب بينهم وبين المنافقين سور ينصب الصراط على متل جهنم وهناك ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية وبعد أن ينجوا المتقون يذهبون إلى تلك القنطرة والقنطرة جسر ما بين النار وما بين الجنة فيصف الله عز وجل ما بين المؤمنين من الحسد أو من الغل أو الخصومات لماذا؟ لأن الله ينزع عن قلب كل منهم كل صفة رذيلة فهناك يقول تعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوان على سر المتقابلين بعد ذلك يقال لهم ادخلوا إلى جنة الله عز وجل فيدخلون يدخلوا أهل الإيمان نسأل الله أن نكون منهم وأول ما يدخلون ضيافة مباشرة من الله عز وجل ينحر لهم ثور كان يأكل آلاف السنين في الجنة فيأكلون منه كلهم وهم لا يأكلون أكل جوع لأن الأجساد هناك الأكل أكل شهر وليس أكل جوع ولا حاجة ثم بعد ذلك يشربون من عين تسمى سلسبيل ماءها أحلى من العسل فما أن يشربون حتى تطهر بواطنهم ثم يغتسلون فتتغير أشكالهم ما هو حاله وشكله أما الرجل فمباشرة يتغير شكله حتى يكون طوله طول آدم ستون ذراعا في السماء هذا أنت طولك ستون ذراعا في السماء أمرض أبيض جمالك أشد من جمال يوسف الذي لما رأيناه النسوة أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا أنت أجمل منه ويعطيك الله قوة مئة رجل في كل شيء في أكلك وشربك وكل متعتك ثم يعطيك الله عمر لا يزيد ثلاثة وثلاثين سنة ولو عشت ألاف السنين وطول عمرك وأنت بهذا العمر هذا الرجل أما المرأة أرأيتم المرأة ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحوراء قال عن الحوراء أنها لو اطلعت على الدنيا لحجبت نور الشمس من جمال وجهها هذه الحوراء ولو أن خمارها الذي على رأسها مرت به بين السماء والأرض لملعت ما بينهما ريحا النساء نساء الدنيا أجمل بالأضعاف من هذه الحور العين والحور كلهن ما هن إلا خادمات عند نساء الدنيا فالمرأة يعطيها الله عز وجل الطور المناسب لزوجها ثم يعطيها العمر واحد عشرين سنة لا تزيد أبدا ثم يعطيها الله عز وجل الصحة والعافية ويطهر كل ما في القلب إذا دخلوا أهل الجنة هناك يموت الحسد وتأموت الغل وتموت الغيرة المذمومة ويموت الحقد ويموت الشر ويموت كل صفة الرذيلة بل إن الموت نفسه يموت متى يموت الموت بعد أن يشفع الشافعون ويشفع الأنبياء ويخرج الله عز وجل من النار كل الموحدين ويدخلون إلى جنة الله عز وجل يطبق الله بقدمه على الأرض فتنزوي على النار فتنزوي ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة إلى الجنة فيقال لهم يا أهل الجنة انظروا فإذا بكبش عظيم فأتعرفون هذا فيقول نعم هذا الموت فيذبحه الله أمر الله عز وجل بذبحه فيذبح الموت فيقال لهم خلود فلا موت فيطلع النون أن النعيم الذي هم فيه لن ينقطع أبدا وبينما هم في سعادتهم تأتي أعظم لحظة على أهل الجنة أجمل ما في الجنة الصفة والميزة التي لا يحصل عليها إلا المؤمن ينادي المنادي يا أهل الجنة قوموا إلى الوادي الأفيح فتأتيهم النجائب والركائب فيركبون على ظهورها ثم تطير بهم إلى واد عظيم مواد على مد البصر فإذا دخلوا إلى ذلك الوادي نصبت منابر كل يجلس على منزلته في الجنة نصبت منابر من الفضة ومنابر من نور ومنابر من الذهب ومنابر من اليقوت ويجلسون وأقلهم يجلس على كثبان المسك فإذا هم جلوس يتسامرون بينهم يغشاهم نور عظيم فيرفعون رؤوسهم فيسلم عليهم هذا النور السلام عليكم فيعلمون أنه الله جل جلاله ويردون عليها اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذ الجلال والإكرام فيقول الله أين عبادي الذين خشوني بالغيب الذين خافوا مني وما رأوني أينهم؟ هم أنتم يا من صمتم هذا الشهر العظيم أحسنتم في صيامكم أحسنتم في قيامكم أحسنتم في صلاتكم راقبتم الله في كل ما فات كل هذا مرصود عند الله العزيز الجبار جل جلاله هنيئا لنا والله بهذه الأعمال الصالحة نسأل الله أن يكرمنا بقبولها يناديهم الله عز وجل فيقول سلوني ماذا تريدون فيقول عرض عنا يا رب فيقول لو لا رضاي ما بلغتم الذي بلغته سلوا ماذا تريدون فيقول لأرنا وجهك الكريم يا الله فيأمر الله تعالى أن تزال الحجب فيأتيهم من نور وجه الله عز وجل ما لولا أن الله عصمهم لا احترقوا عن بكرة أبيهم ويرون الله يرون الذي سبح له الحوت في بطن البحر والدود في بطن الصخر وسبح الكبير والصغير وما رآه جل جلاله سبحانه وتعالى ولا يبقى أحد في ذلك المقام إلا كلمه الله كفاحا بلا ترجمان هذه هي رحلة المؤمن حتى إذا وصل هناك أصبحت الوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة واكتساهم من نور وجه الله ما زادهم بهاء وجمال ثم يقال لهم تنعموا في جنة الله فيا أيها المؤمنون هذه رحلة المؤمن فاستثمر دائما مع الله لأنه هو الاستثمار الصحيح اجعل علاقتك دائما مع الله رمضان كان فرصة عظيمة أن تتعرف إلى الله في رخائك الآن لا بد أن تستمر على ما يرضي الله لا تلتفت لشيء غير الله الله كافيك عن كل شيء وعنده كل شيء جل جلاله أسأل الله تعالى أن يختم لنا هذا الشهر برضوانه وأن يجعلنا من الفائزين بالعتق من نيرانه وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو راضٍ عنا وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة